وفات الموسيقار حلمي بكر حكاية زيجات الموسيقار حلمي بكر الخمستاشر أشهرهم سوهي الرمزي وسماحي الأرشي رحل عن عالمنا الموسيقار حلمي بكر يوم الجمعة 1 مارس 2024 عن عمر يناهز 86 عام يعتبر الموسيقار الراحل حلمي بكر واحد من أشهر نجوم الفن اللي اشتهروا بكثرة زيجاتهم الأمر اللي خلاه يلقى بشهريار الفن وده اسم الفيلم اللي اتعمل عنه بعنوان حلمي بكر شهريار الفن من إخراج الناقد الفني عاطف سليمان الفيلم بيروي قصة زيجات حلمي بكر بداية من الفنانة سوهي الرمزي ثم شهيناستوب صقال شقيقة الفنانة شويكار إلى أن وصل عدد زوجاته لرقم 15 وكان بينهم صحفيات وطالبات كمان بيحكي عن نجحاته في عالم الموسيقى وأهم أعماله وشهادات المقربين منه في 38 دقيقة الموسيقار حلمي بكر رحل عن عالمنا يوم 1 مارس 2024 في إحدى مستشفيات الشرقية بعد أن قدم أكتر من 1500 عمل وتعاون مع كبار نجوم مصر والوطن العربي ليلى مراد ووردة جزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومتحة صالح كمان قدم نحو 48 مصرحية غنائية أشهرها سيدتي الجميلة وحواديت ولقب نفسه بأنه الواصي على الأغنية خاصة وأنه ترقص لجان استماع نقابة الموسيقيين لمدة 40 سنة كان بيجري اختبارات للمتقدمين لعضوية نقابة الموسيقيين الموسيقار حلمي بكر كانت بدايته الفنية خلال فترة انضمامه للقوات المسلحة المصرية لما صادف المطربة وردة الجزائرية اللي كانت بتشارك في إحدى حفلات القوات المسلحة فأعجبت وردة بموهبته وأصرت على تقديمه للموسيقار محمد الشجاعي مدير الإذاعة المصرية وقتها ومن هنا كانت بداية انطلاقته الفنية الموسيقار الراحل حلمي بكر قدم خلال مسيرته ما لا يقل عن 1500 أغنية لحن لكبار المطربين المصريين والعرب زي ليلى مراد ووردة الجزائرية وسامير سعيد ونجاة الصغيرة وعلي الحجار وأصالة ومتحة صالح ومحمد الحلو ومحمد رجدي وعزيزة جلال وقدم كمان ألحان موسيقية إلى ما يقرب من 120 فيلم سينمائي و48 مصرحية بالإضافة لأبرت الحلم العربي الغنائي اللي جمع العديد من الفنانين في الوطن العربي وصدر سنة 1998 وكان بيجسد حلم الشعب العربي في إقامة الوحدة العربية الموسيقار الراحل حلمي بكر كان تعرض خلال الفترة الماضية للعديد من الأزمات بدأها في يناير من العام الماضي لما أعلن تعرضه لأزمة صحية مفجأة ودخل بعدها العناية المركزة كان بيعاني وقتها من مشكلة احتباس المياه في الجسم ومشاكل في الكلا وارتفاع لمستوى السكر في الجسم بالإضافة لمشاكل في القلب وفضل حلمي بكر جوه العناية المركزة لأيام قبل ما يخرج من العناية لغرفة عادية وبعد كده عاد مرة تانية ودخل العناية بعد انخفاض نسبة الأكسوجين وبعد ما تحسنت حالته الصحية خرج من المستشفى يوم 12 فبراير عشرين تلاتة وعشرين بعد فترة علاج استمرت لمدة أربع وعشرين يوم وفي أكتوبر الماضي تعرض المسيكار الكبير لأزمة تانية بعد مقام باتهام مدير أعماله بسرقته والاستلاء على مبلغ مالي يقدر بنحو اتنين مليون ومتين وتمانين ألف جنيه مستغلا ورده وذلك بعد إيهامه بإداء المبلغ المالي في أحد البنوك واكتشف بعد كده قيام المشكو في حقه بتحويل المبلغ المالي لحسابه الخاص وبعد تلك الواقعة بدأت تسوق حالة المسيكار الصحية من جديد بشكل كبير بعد معاناته من مشاكل في القلب أثرت على حركة قدمه بشكل كبير تعاون الفنان الراحل حلم بكر مع الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس زي ما قلنا هو كان متزوج أخت شويكار اللي كانت طبعا زوجة فؤاد المهندس علشان كده تعاون معاه في العديد من الأعمال السينمائية والمصرحية فوضع الحان الأغنيات اللي تضمنتها تلك الأفلام والمصرحيات وكانت البداية في فيلم المليونير المزيف اللي تم عرضه سنة 1968 بعد كده تعاونه في مصرحيات زي مصرحية سيدة الجميلة بالإضافة لأفلام انت اللي قتلت بابايا وربع دستة أشرار وفيفا زلاطة نسألكم الدعاء للراحل الفنان الموسيقار حلم بكر بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان وفي نهاية الفيديو بفكرك لو نسيت تشترك في القناة اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد ومن فضلك اعمل لايك لأن ده بيساعدنا أكتر في انتشار الفيديو وما تنساش تكتب تعليق تقول لنا فيه رأيك في الفيديو وتدعي للفنان الراحل بالرحمة ونشوفك في فيديو جديد وسلام ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة